حلقة جديدة إن شاء الله وتحديث لوضع العملة الرقمية والبيتكوين الخامس وعشرون من نومبر الفين وواحد وعشرون للإشارة أحباب لا تنسوا عروض بلاك فرايدي هذه الأيام لا تنسوها على كونتاول أو على غيرها سوف أحاول أن أضع فيديو خاص انطلقها من الغد يعني سأحاول أن أضع فيديو مخصص لهذا حول جميع عروض بلاك فرايدي بما فيها يعني في عروض حتى الدورة سئلت عنها حتى على الخاصة عدة مرات فربما أضع فيديو تفصيلي حول الموضوع وأتحدث عن كل عروض بلاك فرايدي الموجودة الآن والتي يستحسن الاستفادة منها قبل أن تلفظ يعني أو تنتظر إلى السنة المقبلة بإذن الله هذا وخصوصا عروض لا تنسى دائما بلاك فرايدي خاصة بكونتاول لأنها وتبقى دائما هي الأفضل بالنسبة إلى أن يكون عندك مرة وتشتريها وتنساها أبدا الآبدين إلى أن تموز بإذن الله يعني بلاك فرايدي دايف تايم وتنساها بإذن الله نبدأ على بركة الله مع تحديث الوضع البيتكوين البيتكوين يعمل شوب شوب ماركت كما قلنا أمس وخلاله بعض العملات تنطلق هنا وهناك تحدثنا عن هذا السيناريو قلنا أنه السنتيمنت لازال أبوليش وهو مظاهر يعني فريم ساعة كما قلناه أمس والحركة التي جاءت بعدها وهي صعود عادي شدا لكن نبقى داخل رنج فقط لا أقل ولا أكثر والاتجاه العام لازالها بطنيا يعني لا تنسى أن الاتجاه العام الذي بعد وضع القمة تسعة وتسين ألف نحن في ترند نازل من هذا المكان يعني بعد العاشر من نومبر تقريبا بدأنا وضعنا قمة ودخنا في ترند نازل بين القصين لكن احتمال أنه وصلنا القاع يبقى أنه هل سندخل في ونذهب إلى أسفل من أجل إخراج أكبر عدد ممكن من الناس كما شرحنا أمس فهذا يبقى السيناريو وعدا يعني غبوء تكنيك ثم العودة لاستكمال التجاه العام الهابط بين العام نسبين يعني نتحدث من هذا الفتح لكن التجاه العام الكبير كلي لازم نبوليش دون أي مشاكل يعني ما نحدث فهذا فقط لورهايب كل ما تحمل الكلمة معنا فقط يعني لكي نعمل قاع أعلى من سابقه ولا أقل ولا أكثر يعني التجاه العام الكبير صاعد لازال صاعدا وكسره لهذه القمة مع ما ذكرناه آنفا من الإغلاقات الشهرية والأسبوعية والتي تبقى يعني بوليش دون أي مشاكل يعني هذا عندنا قلنا أنه بوليش الإغلاق الشهري كان هذا بهذه الشمع الابتلاعية كوية جدا فهذا بوليش وكسر للقمة السابقة والآن حتى الإغلاق الشهري لازال إيجابيا لازال إيجابيا جدا يعني دون أي مشاكل يعني لكي تعلموا هذا الأمر يعني المسألة لازلنا بوليش هذا لا نقاش فيه المناء على فريم الماثلي فهذا هو الذي السيناريو الأبعاد ثم نذهب إلى الفريمات ودائما دائما حينما نتحدث عن الفريمات والتجاه التجاه كلما غيرت الفريم كلما غير الاتجاه كلما غيرت الفريم يغير الاتجاه قد يكون صاعدا في هذا ويكون هابطا في ذاك ويكون عرضي في مناحي أخرى إذن يجب أن تفهم هذا يعني قد يكون عرضي الذي نحن على فريم الديلي عرضي مثلا وإذا أخذت على فريم الساعة والخمس دقائق فهو بوليش أو بيريش ولهذا هذه الأمور يعني تتغير من خلال الفريم يعني وبالتالي نحن دائما ننظر النظر العام وخصوصا كمستثمر دائما ننظر بالفريم الأسبوعي والشهري ثم ننزل إلى فريم الديلي إلى غير ذلك وننظر بعدها إلى الساعات في حالة نحاول الدخول بأفضل وقت ممكن وأفضل سعر ممكن هذا هذه الإشارة الأولى الإشارة الثانية التي نتحدث عنها هو أن البيتكوين لازل بوليش نحاول الآن لغو كونكت بين قوسين هذه الإيم الخمسين فهذا بحد ذات الإغلاق فوقها يعني يعود بنا إلى البوليشنس لكن يبقى يجب أن يكون يعني إغلاق شماعتين يعني ليس كهذه مثلا أغلقنا ثم عودنا بالتي بعدها إلى أغلاق سلبي إذن وبالتالي عاد يعني لأن الإيم الخمسون لماذا أقولها الإيم الخمسون لأنها تستخدم عند الكثيرين استخداماتها هي التي تجعل منها دعوم مقاومة يعني فقط لا أقل ولا أكثر بالنسبة لإشيمكو على فريم دايلي نحن بيش ذاهبون بوليش عام يعني ما دوننا لم نكسر الغيمة لكن أنه بعد كسر لا تنكاني لا كيجون لازال التجاه هابط ويستهدف كسر الغيمة على فريم دايلي بينما لو أخدته على فريم الأسبوعي أو الشهري فنحن نكسر من بوليش هذا لا إشكال في ذلك لاحظ أنه حتى لا تنكاني لم نصير إليه يعني لكي تفهم السيناريو كيف أدى حينما نتحدث نتحدث عن فريم الفريم التجاه العام والتجاه الفرعي لا نريد دخول في المعمعات المهم أن تفهم النتجاه العام صاعد للبيتكوين والعملات الرقمية عموما دون أي مشاكل نحن نحن في القمام والمستهدف طيران للعملات بإذن الله يعني تحليل أنه لازلنا في طيران قادم للبيتكوين وللعملات ككل وهذه الإشارة شرحناها مراراً وقلنا أن توتال ماركت كاب ماذا عملت؟ عملت لك قمة جديدة وعادت اختبار القمة السابقة لا أقل ولا أكثر إذن التجاه العام لازال قوياً وصاعد وبقوة إذن ها هو يرتكز على التنكان فهذا إكستريمي بوليش نحن إكستريمي بوليش على توتال ماركت كاب إكستريمي بوليش لا على توتال تو ولا على توتال ثري ولا على توتال كما تشاهد معي يعني كل شيء بوليش إذن هل هو وقت مغادرة السوق؟ لا إلا حينما تظهر إشارات ضعف قوية التي سوف تخرجك من السوق حالياً نحن بمجرد كسرنا هذا هو أن نستهدف وأن نعمل قمم جديدة والسيناريو الذي كنا نتحدث عنه منذ مدة قلنا أننا نستهدف قمم جديدة يعني أن العملات ستبدأ في الحركة بشكل جنوني بإذن الله تعالى وهذه السيناريوهات هي التي نتوقع إن شاء الله أن نحقق منها أرباحاً بإذن الله ولما لا بإذن الله أن يكرمنا الله عز وجل بشيء خرافي بإذن الله تعالى بالنسبة لوضع المحبوب الإسيوهات ومحبوب الديفاي ومحبوب الإيثريوم الإيثريوم لازلنا كما قلنا داخل هذا الرنج أو هذا المثلث التجميعي أو تصريفي الذي إذا كسر إلى أعلى فهو يؤكد أنه في اتجاه عام صعيد وقوي وأنه يستهدف أن يأخذ الدومينوس القوي من البيتكوين ويستحوذ عليه يعني ما علي أنه إذا أخذت المومنتوم الخاص بالدومينوس هذا فهذا قوي بوليش هذا المومنتوم قوي بوليش يعني بوليش بوليش وبقوة يعني الواضح أنه يستهدف قمام جديدة مقارنة مع دومينوس البيتكوين إذن الإيثريوم يأخذ نصيبه على العكس الدومينوس الخاص بالإيثريوم كما تشاهد معي هو بيريش تلاحظ هذه الكيجون تعمل عبارة عن مقاومة قوية على الوكلي في كل مرة نحاول فهي تردناه بقوة فهذا يدل على أننا عندنا ضغط قوي لكن عندك الكروس تنكان الكيجون هو ضعيف لأنه أسفل الغيمة لكن يبقى ممكن احتمال أنه يعيد مما يجعل دومينوس البيتكوين يتحرك نسبيا يتحرك الذي تحدثنا عنه سابقا وقلنا أنه عندنا روبون تيكنيك للدومينوس لبيتكوين لكي يستكمل قوته خصوصا مع كسره للقمام أنذاك سوف يستحوذ ويتغول على العملات في انتظار النزول الأخير الذي يكون يستهدف القاع التاريخي الذي يستهدف لنا بعد ذلك القاع التاريخي لكي نعمل قيعان جديدة وتنتعش العملات وبقوة شديدة وأن هذاك سيكون وقت الخروج طبعا ووقت استفادة من العملات والخروج بأكبر عدد ممكن من الأرباح بإذن الله تعالى بالنسبة لهذا لوضع البيتكوين لأنك تشاهد أنه عندنا 42% لدومينوس إذا أخذنا الإثريوم الإثريوم هو يحاول وصوله بما إلى 20 أو ما يجاوره 20 وهذا كما تشاهد W في W في W هذا بوليش إكستر بوليش هذا إخلاق أسبوعي بهذا الشكل دليل قوي على أنه هذا الذي تشاهد W في W في W كسرنا لهذا الماذا يعنينا يعني أنه حبيبنا الإثريوم سوف ينطلق خلال الأسبوع المقبل إذا واصل هكذا ستنطلق ينطلق الإثريوم ومعه تنطلق الألت وربما حتى البيتكوين ينطلق بعده بإذن الله المهم على العموم الإشارة تظهر قوة وجهة هنا على الدومينوس الإثريوم وبقوة شديدة لو ذهبنا إلى الإثريوم مقابل البيتكوين سوف تشاهد أنه يعطيك نفس السيناريو ولازلنا على A B E G C D فلا زال المستهدفون هذا لا زال المستهدفون على الإثريوم مقابل البيتكوين كمستهدف A B E G C D لا زال على هذا السيناريو وإذا لاحظت هذا ال W button الذي يتكون لك وقوي جدا إغلاق ويكلي نتحدث عن W ويكلي ليس ال W عادي ويكلي هذا من أجمل النمادر الذي يمكن أن تحدث لنا خصوصا مع مومنتم يعود إلى القوة كما تشاهد يعني المومنتم الذي يعود إلى بقوة شديدة مع W في W وكذلك المومنتم الذي يحاول كسر منطقات أن نتعطي وبهذا بحد ذاته بوليش كذلك أنه على A RSI أعطاك إشارة قوية جدا إذن W في W في W دليل قوة استحواذ الأيثريوم وقلت هذا يعني سابقا أن الأيثريوم وحش كاسر المعلومات تظهر على المنصات خروج السيولة من الأيثريوم وكذلك على البيتكوين من المنصات دليل على أن الهدف ليس المبلغ الذي نحن فيه يا أحباب خروج هذه الأموال وخروجها من المنصات دليل على أن السعر لن يتوقف بإذن الله عند هذه الأصار الله أعلى وأعلم لكن هذا واضح من خلال هناك مستثمرين يرون أنه لا رجوع على أهداف كبيرة جدا قبل الدخول في هذا السعر أو كما تشاهد لو أخذنا بيوبيز نلاحظ أيضا خلال ثلاثين يوم الماضية خروج للمنصات للبيتكوين والإثريوم من المنصات خلال سبعة أيام خلال يوم الماضي يعني الأموال الكبيرة تخرج من المنصات تخرج على المنصات دليل على أنه المستهدف ليس ما نعيشه الآن يا أحباب لذا من يوهمك بأنه انتهى البول ماركت الآن بولي الضبط فربما يعني ربما يعني يجانب الصواب من خلال البيانات التي أراها بين عيني صراحة قد أكون مخطئا في قراءتي لكن ما أراه وبوليش ما أراه هذا استنتاجي طبعا الخاص يعني وأقولها يعني بملء فيه حسب تحليلي للمعطيات الواردة أمامي نحن بوليش بوليش وبقوة على البيتكوين على الإثريوم على العملات ككل على الماركت كاب عموما أعتقد أعتقد أنه سوف نعمل عدة مضاعفات بإذن الله تعالى في جل العملات في جل العملات القوية طبعا التي فيها فيها ما فيها مناء القوة طبعا من خلال هذه البيانات لذا ركز على عملاتك ركز على عملاتك وبقوة نلاحظ أيضا أنه على الـ Open Interest التي تحدثنا عنه أننا عندنا الإغلاق سيكون اليوم الغد ونلاحظ أننا بعيدون كل البعد عن ماذا؟ عن سبعين ألف أي أنه هذه الأموات سوف تذهب إلى منصات وهذا السبب تأخر السعر لكي يحلق لأنه عندنا Open Interest يجب أن تذهب إلى الجوب كذلك Open Interest في هذه الأماكن مما يدون Max Payne Price أن تبقى في 58 فالأموال تذهب إلى هذه المنصات الـ Option الرائعة التي استفادت من هؤلاء الكبار الذين يراهنون على صعود وعلى هبوط السعر لتأخذ أموالهم بين جيوبها وتضيفها إلى الأرباح التي تحققها هذه المنصات كـ Deribit وغيرها يعني من المنصات التي تعتمد هذه العقود المحرمة طبعاً حسب جمهور العلماء يعني في هذا يعني لا أعلم عالماً يعني أو أي طالب علم أباح العقود الـ Options حسب علمي يعني طبعاً وما فيه من غرر وما فيه وما فيه وما فيه يعني من محرمات والله أعلى وأعلم المهم لا أقول حرام ولا أقول حلام لأنه أمر جلل أنا أقول لك فقط ابحث إذا أردت أن تعرف لكن أنا أقول هذه نظرتي لم أدخل هذه الأسواق على الإطلاق يعني وأعلم ما فيها من الغرر والضرر التي يقع على أصحابها وفهمي لي هذه الأمور يجعلني يعني بعيد كل البعد عنها أوكي إذن نذهب إلى الشرط لكي نرى ماذا يحدث على بعض المنصات حاليا يعني لو أخذنا بيتماكس لا أحب أن أتحدث عنها حاليا لأنها ليست من تقود السوق دائما نذهب إلى بايننس فيوتور لكي نرى لازال الناس شورت وبقوة كما تشاهدون يعني مع هذه البيوع الموجودة فهذا دليل لأنه نحن أقرب إلى شورت سكويز من لونج سكويز كلما كثر هذا العدد المهوي يعني من البيوع على هذه ونحن في قيعان قيعانة الحيحية فغالب الأحيان غالب الأحيان أننا سوف نشاهد يعني شورت سكويز بإذن الله تعالى يعني الذي يظهر بيوع قوية جدا على قيعان يعني يراهنون بقوة على كسر هذا القاع فكلما كثر هؤلاء إلا وكثر معه الشورت سكويز بين قوسين والتجاه العكسي الذي يعني يأخذنا إلى الأعالي طبعا لاستهداف هذه الموجودة هنا طبعا بالنسبة ل هاي بلوك كابيتول أن أعماله على مباشرة الآن وأتركه لاحقا الإخوان في الدورة طبعا يعني للتريكس الذي تحدثنا عنه إذن إذا أجبك هذا المحتوى لا تنسى طبعا الاشتراك في القناة وعمل لايك وديسلايك ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائك وأحبابك والآن نواصل الحديث مع إخواننا في الدورة ونلاحظ بعض العملات التي سوف أحاول أن أمر يعني بعجلة على بعض الصفقات التي قد نرى أن فيها ربما شيء من القوة على الشرط وبعدها نواصل استقبال السئلة للإخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته